بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذا لقاء جديد في سلسلة كلمة استوقفتني نتأمل في كل لقاء كلمة من كلمات القرآن عسى أن نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عننا عسى أن نلقاه ونحن عالمين بكلامه وكتابه لأنه سيسألنا جميعا أيها الأحبة عن هذا الكلام العظيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون سوف تسأل عن هذا القرآن هل قرأته؟ هل تدبرت ما فيه من معاني؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليتدبروا آياته ليتدبروا إذن الهدف من إنزال القرآن أن نتدبر آيات القرآن فإذا أعرضنا عن كلام الله ولم نتدبر هذا الكلام ربما نكون من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فكأن الله يريد أن يقول لك أيها الإنسان إذا لم تتدبر هذا القرآن فكأن هناك قفلا على قلبك كأن قلبك مقفل لا يسمح لكلام الله أن يدخل إلى هذا القلب أعاذنا الله وإياكم من هذا أن نكون من هذا النوع كلمة اليوم أيها الأحبة الغابرين الحقيقة كلمة غريبة ربما الكثير مننا يجهل معناها أو ربما لم يسمع بها وأين وردت؟ الحقيقة هذه الكلمة وردت سبع مرات في القرآن أين وردت هذه الكلمة؟ في قصة سيدنا لوط عليه السلام في حق إمرأة لوط إمرأة لوط كانت كافرة وكانت تعين الكفار على زوجها سيدنا لوط عليه السلام وكانت الحقيقة خانت الأمانة وكانت تفشي السر إلى آخره فأهلكها الله بنوع خاص من العذاب لأنها إمرأة نبي لا ينبغي لها أن تفعل ذلك أهلكها الله بأن تبقى في حالة عذاب مستمر شيء عجيب والله أيها الأحبة عندما حاول سيدنا لوط أن يهدي هؤلاء الضالين الشاذين جنسيا الذين هم أول من ارتكب فاحشة الشذوذ الجنسي كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء وما كان جواب قومه إلا أن قالوا انظروا أيها الأحبة ما هي تهمة سيدنا لوط وهو نبي كريم كان لا يسألهم المال ولا الأجر كان يريد لهم الهداية يريد أن ينقذهم من النار وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم طيب لماذا؟ ما هي التهمة؟ ما هي الجريمة التي ارتكبها آل لوط؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون سبحان الله أصبحت الطهارة جريمة سبحان الله طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ قال سبحانه وتعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سبحان الله هذه الكلمة فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سبع كلمات بعدد تكرار كلمة الغابرين في القرآن كله سبحان الله يعني هذا تناسق لطيف الحقيقة أيها الأحبة معنى الغابرين أي الباقين في عذاب الله كما في تفسير القرطبي وهذه الكلمة يقال أنها من الأضداد يعني تفسر على أن الشيء ذهب أو بقي بنفس الوقت فهذه المرأة لأنها كانت تحت نبي كريم فخانت هذا النبي وخانت الله ونبيه عذبها الله بطريقة يعني مرعبة أنه جعلها تبقى في حالة عذاب والله أعلم طبعا فكأنها كأن العذاب مستمر وهي في القبر تعذب أي باقية كانت من الغابرين أي أنها كانت باقية في العذاب سبحان الله لذلك أيها الأحبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات وخلاصة هذه الحلقة أن كلمة الغابرين وردت في قصة سيدنا لوط سبع مرات ومعناها أن في حق امرأة لوط التي كفرت وخانت زوجها لوط عليه السلام فجعلها الله من الغابرين أي الباقين في عذاب مستمر نسأل الله العافية لنا ولكم جميعا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته